فرد دكتور أنا آسف للمؤطعة بالفاصل حريك أن تتحدث عن هذه الرحلة المباركة هذه الرحلة المباركة من مكة إلى الأقصى سهلة يعني تحت القوانين الفيزيقية بسرعة زي ما حدث مع سيدنا سليمان في قصة عرش بالقيس أجيبه لك في ثانية قبل ما يرتد إليك طرق لكن المعجزة التي رآها النبي ففتح له ما فتح وعليه مكان هي المعراج لأنه لو صار الضوء في هذه المسافة التي كانت لا يصل في تلك المدة إذن هو خرج عن قوانين الفيزيقية وخرج عن سرعة الضوء وخرج عن كل حال ولم يتبقى إلا كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون علماء الكلام لما تأملوا في هذه الحالة كيف انتقل من السماء الأولى إلى السماء الثانية والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في صحراء كبيرة كيف انتقل هذه المسافة من السماء الثانية إلى الثالثة وهذه بالنسبة للثالثة حلقة بسيطة هكذا في صحراء كبيرة كيف انتقل إذن هذا الانتقال يتم بكون مش يتم بنقلة مسافية كذا إن النقلة المسافية أسرح حاجة عندنا في الكون في السماء وفي الأرض هي سرعة الضوء صحيح ما ينفعش هل ده مولانا هو تفسير سبحانه الذي أسرى ولم يقل سرى أسرى بعبده يعني عبدهم لا ده في الأرض اللي هي السهلة نعم وهو اللي أسرى به صحيح ده ده في الأرض مبلنا بقى بالسماء بالسماء دي حاجة تانية بقى فالقضية هنا أنه أخرجه من عالم القوانين اللي بيخرج من عالم القوانين بيعرف حقيقة عجيبة جدا أن وجودنا قائم بالله يعني وجودنا مش هيستمر إلا إذا الله أمدنا بالوجود فإذا قطع الله عننا الوجود عامل زي المينتور اللي قدامنا ده والشاشة اللي قدامنا وأفلته انقطع كل حاجة يعني إحنا هنفنا لو أننا ربنا قطع عننا الوجود مش هنموت إنما نفنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال يعني كأن الساعة دي عبارة أنه يقفل يقفل هذا الجود ده بيفهمك بعمق لا حول ولا قواته إلا بالله اللي قال عنها إنها كنز من كنوز العرش لا حول ولا قواته إلا بالله هي اللي بنى عليها ابن عطاء الله السكندري الحكم العطائية كلها هي تفسير لا حول ولا قواته إلا بالله لا حول ولا قواته إلا بالله هي اللي بتؤدي بك إلى التسليم فالرضى فالتوكل الصحيح لا حول ولا قواته إلا بالله هي إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قواته إلا بالله التي إذا ما تحررت في قلب الإنسان قرس جدا لله في ناس كتير يستغربوا يقولون أنه وأنتم بتعملوا إيه نقول لهم إحنا بنسجد لله حيث أنه ليس هناك أمة على وجه الأرض الآن تسجد لله إلا المسلمون مما من الله به على هذه الأمة فبتسجد لك ما نحاسس بأنه لا حاول أنه يستحق أنه نسجد له ولذلك المستشرقين لما يتخيبوا في الكلام كده يقولون أنه بيسجدوا للكعبة لا هم بيسجدوا اتجاه الكعبة مش للكعبة إنما عند الكعبة في فرق كبير هو بيسجد لله وحده سبحانه وتعالى فهذا الشعورات دي كلها هي التي تتحكم في الاجتماع البشري هي اللي تخلينا عندنا صبر عندنا توكل عندنا ثقة في الله عندنا دعاية وما أحواجنا وما أحواجنا بقى في الدعاء دلوقتي لغاية ما رؤساء الوزارات اللي أنت شايفهم في العالم يطلع قالت كده حلول الأرض خلص آرس وزراء إيطالي يبقى نصلي نصلي بقى نصلي فبيقول لك أهو بالصلاة وحدها لا مش وحدها ما هو ربنا أمرنا بتراتيب معينة والعبادة منها للتزام بهذه التراتيب لأن تعطي الله سبحانه وتعالى كل لا تجزل فقادي الحكاية اللي تعلمها رسول الله فتح عليه حينئذ بالاختصار كده المعرفة ده عرف كل حاجة في كل حاجة عرف كل حاجة في كل حاجة ده شاف يعني إيه تخرج من الزمان ده شاف يعني إيه تخرج من المكان سدرة منتهى سبحان الله عندها جنة ماء إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغشى دي بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم نعم وهكذا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعد في هذا اليوم إعدادا خاصا لمرحلة جديدة يخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى البشرية إلى يوم الدين وهو الكلمة الأخيرة لهذا العالم فيقول بعثت والساعة كهاتين إذن إحنا 1400 وكذا يعني واحد واربعين لا أدى أنت كمان تضيف عليهم الثلاثة عشر سنة اللي قبل الهجرة فيبقى 54 1454 سنة من ساعة الواحي ولسه ما جاتش الزمنية كده إحنا لسه يعني والساعة قريبة والساعة قريبة بقى لكن تعرجوا الملائكة والروحوا إليه في يوم كان مقدره 50 ألف سنة يعني الساعة الواحدة بالشكل ده بخمسة ومية بظل ألفين ومية سنة ساعة طب الدقيقة تبقى بكام تبقى بخمسة ستة وتلاتين سنة فيعني أنا لما أعد هنا مية وعشرة يبقى عدت تلات دقائق كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين اسأل العددات دي إحنا مش عارفين إحنا طلخ بطنة لأنه إن يوما عند ربك اللي هو يوم القيامة كألف سنة مما تعدون ربنا نبهنا كتير على هذا المعنى هذا المعنى عندما يكشف للإنسان ولا يستطيع الفرار منه ولا الخلوص منه يخلو قلبه من كل نقص وتقصير ويملأ بكل حكمة وبكل علو وبكل قرب وترقي فهذا هو كان شأن الإسراء والمعراج وهذا سبب احتفال المسلمين به لأنه يذكرهم بالأماكن المكان مكة والأقصى والسماء وكذا إلى آخر يذكرهم بالزمان وما حدث فيه يذكرهم بأشخاص النبوة المسجد الأقصى لساحة بتاعته 144 ألف متر 144 ألف متر دي يعني ممكن يصلي فيها مية يصلي فيها كامل 144 كل واحد ياخد متر مربع علشان يصلي فكل دي امتلأت فلما سألوه مئة وأربعة وعشرون ألف نبي سألوا النبي فيما أخرجه الترمزي هو ربنا بعت قبليك كم نبي قال لهم 124 طب عارفهم شافهم في اليوم ده فصلى خلفه 124 ألف نبي والمساحة 144 يبقى فضل عشرين فواحد بيستظرف علي كده بيقول لي الله طب هم العشرين دول رحوا فيه قلت لي هم ملايكة يعني الملايكة حضر الملايكة بتحضر الصلاة وبتصلي وكل حاجة فالنوع السلام صلى بكل هؤلاء الأنبياء وقابل بعضهم في السماء على سبيل الانكشاف وعلى سبيل الخلق الجديد وعلى سبيل القيومية ربنا قيوم السماء والأرض فهذا هو ما حدث فيه هذا اليوم وهذا هو سبب اهتمام المسلمين بالاحتفال به لأنه نقطة بداية